مع مضي 29 يوماً على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا تزال الساحة الميدانية تشهد المزيد من التطورات، حيث أعلن توزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنها دمرت تسع منظومات دفاع جوي S-300 جنوب العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة. كما أكد البيان السيطرة الكاملة للقوات الروسية على مدينة إسجوم بمقاطعة خاركيف وسط اتمرار المعارك في المنطقة. من جانبه أعلن البنتاجون أن الأوكرانيين أجبروا القوات الروسية على التراجع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لمسافة تزيد عن 30 كيلو متراً شرقي كييف. ووفقاً لتقديرات البنتاجون فإن القوات الروسية تراوح مكانها على بعض 10 كيلو مترات من وسط تشينجيف الواقع شمال شرق كييف. من جهتها قالت البحرية الأوكرانية أنها تمكنت من تدمير السفينة أورسك التابعة للأسطول الروسية في البحر الأسود. ترجمة نانسي قنقر